الشهيد الكاعد السيد غسيم الدرسين الهودي عليه السلام بعد سيطرتها على اهم مؤسستين في الدولة الجيش والشرطة عمدت ميليشيا الحوثي للسيطرة على اهم ثالث مؤسسة وهي المؤسسة التعليمية لادراكها ان التعليم اقرب الوسائل واكثرها فعالية لاصال افكار جماعتها الى عامة الشعب وزرعها في عقول الاجيال فقد تم تعين شقيق زعيم الجماعة في منصب وزير التربية والتعليم والذي بدوره شكل لجنة لادخال افكار الجماعة في المقررات الدراسية للمرحلة الاساسية التي تعتبر من اخطر المراحل الدراسية كون الطلاب في هذه المرحلة اكثر قابلية للافكار واعتناقها وفي الجامعات فرض اكاديميون الجماعة الحوثية متطلبات غير مسبوقة وجعلوها جزءا من الامتحانات فتم ادخال مقررين جديدين تحت مسمى الصراع العربي الاسرائيلي والتربية الوطنية كمطلب اساسي لجميع الكليات في الجامعات الواقعة تحت سيطرتهم فضلا عن ذلك كثف الحوثيون طباعة ملازمهم الطائفية ووزعوها بالتزامن مع تنظيم دورات ثقافية وفكرية اجبارية لموظفي العديد من المؤسسات خصوصا العسكرية بشكل او باخر استهدف الحوثيون منظومة التعليم بمختلف الادوات والوسائل وحولوها لمتارس ومعتقلات كما استهدفوها عسكريا وتم تنفيذ حملات واسعة لتجنيد الطلاب من داخلها كما عمدت الجماعة الحوثية ايضا على محاربة معاهد اللغات الاجنبية كونها في نظرهم خطرا على مشروعهم الطائفي تمثلت حرب ميليشيا الحوثي على التعليم في امور عدة فإلى جانب ادخال الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية عملوا على قطع رواتب المعلمين وفرضوا رسوما على الطلاب تحت مسمى المجهود الحربي كما جندوا الكثير من الطلبة في جبهات القتال ليبقى التعليم ضو الطابع الطائفي سلاحا اكثر خطرا من الاسلحة الحربية